أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي قمة مشروعات الحماية الاجتماعية نظرا لما تتضمنه من مشروعات تحسن من الحياة اليومية للمواطنين وأشار رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية لمشروعات حياة كريمة بالبحيرة أشار إلى أن أجمالية تكلفة ما يتم تنفيذه من مشروعات بالمحافظة بلغ 124 مليار جنيه منها 80 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات القومية و44 مليار لمشروعات حياة كريمة قافلة التنمية وصلت إلى محافظة البحيرة فكان تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لعدد من المشروعات والتي تنفذ داخل المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف تطوير الريف المصري في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين هذا العام في الموازنة عشان الطوارئ اللي ممكن حتحصل نتيجة لأن محدش عارف أسعار المنتجات وأسعار الوقود هتحصل لإيه فإحنا متحسبين تماماً ولكن على الرغم من كل ده مزالت المشروعات الذات الأولوية وعلى رأسها حياة كريمة لم يتم المساز بيها لأن هذا المشروع إحنا ناعي تماماً ونؤمن كدولة مصرية إن بيحقق العديد من المستهدفات اللي ما نقدرش النهاردة نتخلى عنها أو يحصل طباطه لكن اللي بيحصل وحقولها بمنتهى الأمانة غصباً عننا وحقول إيه اللي بيحصل إن ببساطة شديدة إن نتيجة للمشكلة الخاصة بموضوع توريد المواد الخام اللي بتدخل فيه تصنيع كل المنتجات اللي بتحصل هنا دي حاجات بنستوردها من بره بعض الآلات والمعدات برضو بنستوردها من بره النهاردة بقى فيه تأخر في توريد هذه المستلزمات والمواد الخام من الخارج فده اللي خلينا غصباً عننا كجهات تنفيذية بالرغم إن التمويل متاح إن إحنا بنعمل إعادة جدولة للمشروعات بتكلفة تجاوزات الأربعين مليار جنيه ينفذوا أكثر من ثمانية ألاف مشروع وذلك في ستة مراكز داخل المحافظة من مشروعات مبادرة حياة كريمة في شتى القطاعات حيث تتضمن المشروعات قطاعات الغاز والتضامن الاجتماعي إلى جانب إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية وعدد من المشروعات الأخرى هذا العام في الموازنة عشان الطوارئ اللي ممكن هتحصل نتيجة لأن محدش عارف أسعار المنتجات وأسعار الوقود هتحصل لإيه فإحنا متحسبين تماماً ولكن على الرغم من كل ده مزالت المشروعات الذات الأولوية وعلى رأسها حياة كريمة لم يتم المساز بيها لأن هذا المشروع إحنا ناعي تماماً ونؤمن كدولة مصرية إن بيحقق العديد من المستهدفات اللي ما نقدرش النهاردة نتخلى عنها أو يحصل طباطه لكن اللي بيحصل وحقولها بمنتهى الأمانة غزباً عننا وحقول إيه اللي بيحصل إن ببساطة شديدة إن نتيجة للمشكلة الخاصة بموضوع توريد المواد الخام اللي بتدخل فيه تصنيع كل المنتجات اللي بتحصل هنا دي حاجات بنستوردها من برة بعض الآلات والمعدات برضو بنستوردها من برة النهاردة بقى فيه تأخر في توريد هذه المستلزمات والمواد الخام من الخارج فده اللي خلانا غزباً عننا كجهات تنفيذية بالرغم إن التمويل متاح إن إحنا بنعمل إعادة يعني جدولة للمشروعات مبادرة حياة كريمة تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية والتي تهدف إلى تحسين حياة ومستوى معيشة الفئة المجتمعية الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتوطين الصناعة وذلك في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده كفة ربوع الوطن جرمين إبراهيم التلفزيون المصري